من تفاصيل ما يحدث أو آخر ما حدث نتنياهو بدأ يطلع بشكل يومي مؤتمرات صحفية مع وزير الدفاع طبعا ده محاولة لإثبات أنه هناك تعاون ما بين الطرفين على الرغم من وجود خلافه والتغريدة أكيد حضراتكم شفته وتبعته عمل تغريدة نتنياهو أدان فيها قوات الشباك وقوات المخابرات العسكرية الإسرائيلية بأنهما السبب في اللي حصل في أحداث 7 أكتوبر ورجع بعدها بشواء صغرين جدا مساحة وشارها لكن ما فيش حاجة بتيجي بالصدفة ولا في حاجة بتيجي كده بشكل غير مدروس يعني هو كان حابب يوصل رسالة معينة ورجع مساحة هذه الرسالة الغريب يعني أنه أنا مبارح في المؤتمر الصحفي في صحفية بتسأله بتقوله من المسؤول عن ما حدث وهل أنت مدان أو أنت تستحق أنك يعني إما أنه المفترض أنك تحاكم أو كده فهو أو من المفترض أنك تستقيل خلال الفترة دي فكان رده قال من يجب أن يستقيل هي حماس أنا حقيقة ما فهمتش التصريح دي يعني إيه حماس تستقيل يعني إيه المقاومة تستقيل هو بيحاول بشكل أو بآخر هو طبعا هو المفروض يجاوب عن الفكرة بس أنا متخيلة يعني أنه هو بيحاول ما يجاوبشي وبيحاول يرفض أنه يتحمل مسؤوليته كمسؤول عن ما حدث ومش قادر يدخل في المنزلق تاني بتاع أنه هو يعيد توجيه الاتهام للأجهزة الأمنية إحنا لا يخفى على أحد أبدا التخبط ويقتنحر الموجود وسط الأجهزة الأمنية في إسرائيل ولكن هم يعني بيحاولوا يظهروا بالشكل المتماسك علشان ما يحصلش مزيد من الضغوط من الشارع الإسرائيلي إحنا شايفين على مدار الأيام اللي فاتت كان فيه العديد من التظاهرات الأول كانت تظاهرات بيتو دين نتنياهو وتظاهرات أخرى لأهالي المحتجزين برضو بترفض الاجتياح البري وبترفض التصعيد وبتطالب بتسليم كثير من الفلسطينيين للمبادلة مع المحتجزين الإسرائيليين يعني فيه كتير من الضغوط وأعتقد أنه الفترة الجاية كمان ورد جدا أنه يزيد التظاهرات لأن احنا شايفين تداعي الاقتصاد الإسرائيلي عمل إزاي وموجة التضخم اللي ابتدت تضرب إسرائيل فواضح أنه كمان قد نرى قريبا جدا في الفترة القادمة تظاهرات أخرى بتقول أنهم مش قادرين يعيشوا تحت الضغوط الاقتصادية مع ضغوط الحرب اللي بيقوم بها أو بيشنها نتنياهو مع وجود ذويهم وأهليهم مش موجودين ومحتجزين أعتقد أنها الوضع شديد الصعوبة بالنسبة لنتنياهو نتمنى أنه يزداد صعوبة أكتر وأكتر طبعا هو مبارح كمان بيقول الكل مقابل الكل بمعنى كانوا بيسألوا عن المحتجزين فقال الكل مقابل الكل فالناس تخيلت أن كل المحتجزين مقابل كل المحتجزين هنا وهنا هو كان وضح أنه ياخد كل المحتجزين الموجودين عند المقاومة في مقابل أنه يعطي كل سبل الحياة لأهلنا في قطاع غزة المياه والكهرباء والوقود وخلافه هو ده اللي يقصد به الكل لأصاد الكل ما فيش شك أنه الفيديوهات اللي ظهرت من المقاومة بالأمس وقبل كده فيه الإفراج عن اتنين من المحتجزات والفيديو اللي ظهر مبارح فيه تلات محتجزات إسرائيليات لدى المقاومة وهما بيخطبوا بشكل مباشر وواضح وصريح نتنياهو وحكومته بأنهما السبب في اللي هما فيه وأنه قعدوا فترة كبيرة جدا في نفس مكانهم وما فيش حد من قوات الأمن تدخل لإنقاذهم بيحملوه طبعا وبيحملوه أجهزة الأمنية المسئولية وفي رسالة غير مباشرة لأهليهم لمزيد من الانقسام في الشارع الإسرائيلي في المقابل بعدها في ساعات خرج نتنياهو أو خرج بيان مشترك من الشباك والاستخبارات العسكرية والجيش الإسرائيلي وقالوا أنه تم بالفعل تحرير مجندة إسرائيلية من يد المقاومة دون الإعلان عن تفاصيل وهل هذه المجندة كانت موجودة قبل كده في القوائم اللي كانت معدة بالمجندات المحتجزات أو المفقودات حتى ولا لأ كل الكلام ده ما كانش حد يعرفه وتوقيت خروجها بعد الفيديو اللي بسته على طول المقاومة كل هذه الأمور هنحاول نشرحها لحضراتكم النهاردة بالتفصيل